والمزيد من المتابع ينضب إليها من بيروت سيد العميد الياس فرحات الخبير العسكري يعني كيف تكرأ التصريحات الذي أدل بها وزير الخارجية الإيراني والروسي فيما يتعلق بإخراج المسلحين من إدلب هذه التصريحات تدل على أن هناك قرارا نهائيا بحسم الوضع في إدلب من قبل سوريا وروسيا وإيران وأن حسب بقالة أيضا الوزير لافروف أن الوضع القائم لم يعد يحتمل إلى ما لنهاية كما أن السيد ظريف أيضا صرح أن هذه المنظمات الإرهابية يجب أن تنتهي في إدلب أعتقد أننا أمام ملف على طاولة القمة الإيرانية الروسية التركية التي ستجري في 7 سبتمبر الجاري في طهران وهذه القمة يبدو أنها مخصصة لبحث الوضع السوري وتحديدا وضع إدلب لذلك سوف تخرج هذه القمة بقرارات لإنهاء الوضع في منطقة إدلب أما كيف أنهاء الوضع فقد اليوم جاء نبأ يشير إلى تحرك تركي معين وذلك أن جيش الإسلام الذين غادر عناصرهم من الغوطة ومناطق أخرى إلى إدلب ظهروا في عفرين وحتلوا بعض الأبناء وظهرت عناصر مسلحة منهم هل تكون عفرين هي إدلب الثانية لمسلحي إدلب الذين ترغب تركيا بالسماح لهم بالقدوم من إدلب إلى عفرين في تجمع على عناصر المسلحين الذين يترغبون في تركيا طيب سعادة العميد أنت بناء على تصريحات وزير الخارجية الإيرانية يقول أنه يجب إنهاء المسلحين في إدلب لكن لم يتحدث عن الكيفية أو الآلية ماذا ترى هل ستكون هناك معركة حامية الوسيط لإندلاع هذه الحرب يعني رغم أن هناك مجموعة كبيرة من المدنيين ما زالوا هناك لم أفر من معركة كون أن تنظيم القاعدة في بلاد الشام جمعة النصرة رفض أي تسوية مع الحكومة السورية ومع الوسيط الروسي لذلك لا بد من معركة لكن ما رشح من موقف تركيا أنها يمكن أن تدعو الفصائل المرتبطة بها من حركة أحرار الشام وجبل وطنية للتحرير وأيضا بعض عناصر جيش الإسلام من القدوم إما باتجاه تواجد القوات التركية في إدلب أو باتجاه مناطق التي سيطر عليها درع الفرات ما بين جرابلوس ومنطقة عزاز وجنوبا حتى الباب حيث تسيطر أحدات مسلحة سورية موالية تركية ممكن أن نسحب هولا إلى تلك المنطقة وتبقى عناصر تنظيم القاعدة في بلاد الشام جمعة النصرة في إدلب حيث يجري شن هجوم عليها إنما هناك مشكلة المدنيين الذين سوف يرغمون على البقاء في المنطقة بين عناصر جمعة النصرة طيب هناك تلميحات من بعض السياسيين السوريين يقولون بأن فرنسا ربما ستتدخل بشكل أو بآخر من أجل أن تكون أحد الوسطاء الدوليين لمعركة حدوث معركة في إدلب كيف تنظر أنت إلى هذا الأمر؟ هل ستنجح الدول أو بعض الدول الغربية في إيقاف هذه المعركة قبل أن تبدأ؟ حتى الآن على الأرض لم يبرز أي نشاط فرنسي أو أي وساطة أو أي اتصال مع المسلحين وخصوصا التابعين لجباط النصرة والمصنفين كمنظمة إرهابية في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أيضا لم يظهر أي اتصال معهم من أي جانب غربي الجانب الفرنسي حسب وزير الخارجية أمس وحديثه إلى راديو فرنسا يقول أن الأسد كسب المعركة العسكرية لكن لم يكسب المعركة السياسية لم يتحدث عن أي وساطة ولا عن أي حل ميداني تقدمه لإدلب شكرا جزيلا لك سعادة العبيد لأسفر حتى الخبير العسكري كنت معي من بيروت ترجمة نانسي قنقر